السلام عليكم مصطلح ماء الحياة مصطلح ماء الحياة يمكن أن يشير لعدة أشياء مختلفة اعتمادا على السياق ولكن في السياق العام هناك عدة مفاهيم قد تكون ذات صلة أولا الماء كمصدر للحياة في السياق البيولوجي يعتبر الماء أساسيا للحياة يعتمد عليه الكائنات الحياة جميعا بما في ذلك الإنسان للبقاء على قيد الحياة وتنفيذ العديد من المظائف الحيوية ماء الحياة في الأديان يستخدم مصطلح ماء الحياة في بعض الأديان للإشارة على ماء روحي أو مقدس على سبيل المثال قد يستخدم في الأدب الديني للرمزية والتعبير عن الطهارة والتجديد الروحي وعند الحديث عن المشروبات في السياق الغذائي أو الصحي يشار إلى بعض المشروبات أحيانا بإسم ماء الحياة خاصة إذا كانت تعتبر منعشة أو غنية بالعناصر الغذائية والمعدنية مفهوم ماء الحياة في العطور قد يستخدم مصطلح ماء الحياة أيضا في صناعة العطور لتسمية بعض العطور التي تحمل روحا منعشة وحية في الثقافات اليونانية القديمة ليس هناك مصطلح محدد يعبر عن ماء الحياة أو الأوروموس بشكل مباشر بمفهومه الحديث ومع ذلك يمكن العثور على العديد من القصص والعناصر الثقافية التي ترتبط بمفهوم الحياة والماء في الأساطير اليونانية وغيرها فركزوا معنا أيها المهتمون بهذه الكلمة أولا مياه نهر ليثي في الجحيم في الأساطير اليونانية يذكر أحيانا عن نهر يسمى نهر ليثي الذي كان يعتقد أنه في العالم السفلي في طبقة تسمى الهايدز الهايدز يقال أن من يشرب من مياه نهر ليثي ينسى ألمه وتشاربه السابقة وهذا يرتبط بمفهوم إعادة الحياة والنقاوة ثانيا نهر أكليرون كما يوجد نهر آخر يدعى أكليرون في الأساطير اليونانية ويقال أنه يعطي من يشرب من مياهه الخلود والحياة الأبدية وأما عن مفهوم الحياة والماء في الطقوس الدينية كان للحياة والماء دورا مهما في الطقوس الدينية اليونانية على سبيل المثال كانت هناك عبادة لآلهة لديهم تسمى ديونيسوس ديونيسوس هذا حاشا لله هو كان يعتبر إله الخمر والفرح لديهم قد يشمل من الاحتفالات أو الطقوس الدينية اليونانية هذه الاحتفالات بماء الحياة والتجديد كما ذكره يرجى مراعاة أن هذه العناصر تأتي من الأساطير والروايات الأدبية وليس لها أساس علمه تتنوع مفاهيم ماء الحياة في الأديان القديمة وتعتبر رمزية بشكل عام مما يجعل التفسير يعتمد على السياق الثقافي والديني الذي يتعلق به كل منها وإليكم أعزائي لمحة عن مفهوم ماء الحياة في بعض الأديان القديمة الأخرى الميثولوجيا المصرية الميثولوجيا المصرية كان نهر النيل يعتبر رمزا للحياة والغنى النيل كان مصدرا حيويا للزراعة والحياة اليومية وكانت له دور أو أدوار هامة في العديد من العقائد والطقوس وفي الميثولوجيا الهندوسية نجد أن نهر يسمى الغانجا أو الغانجا مقدسا ويعتبر مصدرا للطهارة والتجديد الروحي يقال أن الاستحمام في مياه الغانجا يمنح النفس الطهارة والغفران بمعتقدهم الميثولوجيا اليونانية كما ذكرت سابقا تشير بعض الأساطير اليونانية إلى نهر ليثي ومياهه كوسيلة لنسيان الآلام والتجديد الروحي وهناك المزيد ففي الميثولوجيا النوردية كان هناك نهر في العالم السفلي ويقال أن الذين يشربون من مياهه ينسون ماضيهم ويعيشون حياة جديدة وأما عن مصطلح الماء المقدس أو ماء الحياة يتنوع في تفسيره واستخدامه بحسب السياقات والثقافات المختلفة يشار إلى الماء بوصفه مقدسا أو مصدرا للحياة في العديد من الأديان والتقاليد الثقافية وهذه لمحة أخرى أيضا الديانات السماوية في الديانات السماوية مثل اليهودية أو المسيحية أو الإسلام يعتبر الماء مهما في العديد من التقوس الدينية في المسيحية يتم استخدام الماء في تقوس الغسل المقدس ومعمودية الأطفال ومنها نهر الأردن المقدس مكان معمودية السيد المسيح عليه السلام والنبي يحيى وفي منطقة الأغوار للأردن وفي الإسلام مثلا يتم الإشارة لأهمية الماء للطهارة وأداء الصلوات والخلق وطبيعته ومنها ماء زمزم ومكانه وهو نبع مقدس لعديد من الحضارات القديمة كانت تعتبر الينابيع والمياه مقدسة وكانت تتمتع بأهمية دينية وروحية في تلك الثقافات ومنها أيضا في الميثولوجيا البابلية في العراق كانت مياه نهري الفرات والدجلة تعتبر مصدرا للحياة والخلود وكانوا يعتقدون أنها أتت من الجنة أو من العالم الآخر وكان يعتقد أن الحضارة السومرية ازدهرت على ضفاف هذين النهرين وهذا الشيء حقيقي وأيضا ينابيع ديلفي اليونان القديمة ينابيع ديلفي يعتبر ينابيع ديلفي في اليونان القديمة مقدسة وكانت في كهف يعتبر موقعا مقدسا للآلهة التي لديهم آلهة النبوءة والفنون أبولو حاشا لله ينابيع سيلينوس اليونانية القديمة في الميثولوجيا اليونانية كانت ينابيع سيلينوس مقدسة للإله سيلينوس الذي كان معلما ورفيقا لديو نيسوس حاشا لله عين عيسى الأساطير العربية في الأساطير العربية تظهر عين عيسى كعين ماء مقدسة وترتبط بالنبي عيسى عليه السلام وقصة النبي عيسى في الإسلام وعين موسى أو عيون موسى عيون موسى كذلك نفس الشيء تظهر كأنها عين مقدسة وترتبط بالنبي موسى عليه السلام وقصة النبي موسى في الإسلام وفي الأديان الأخرى ينابيع بان في الرومان في الأساطير الرومانية كانت ينابيع بان تعتبر مقدسة وترتبط بالآلهة بان التي تعتبر آلهة العذراء والحب والجمال حاش لله نهر الجيحون أو الجيحون ونهر الفرات في التقاليد اليهودية والمسيحية يعتبر نهر الجيحون أو الجيحون والفرات مذكورين في الكتاب المقدس وفي التوراة ويعتبران مصادرا حيوية للمنطقة ويحملان أهمية دينية بالنسبة له هذه مجرد أمثلة إضافية وتظهر كيف كانت المياه والينابيع تحمل أهمية دينية وروحية في عدة حضارات وتقاليد قديمة بالنسبة للبشر أيضا هناك عين تسمى زرزورة في فلسطين هذه عين زرزورة تعتبر عين مقدسة ويقال أنها ترتبط بالنبي يعقوب وإشارات إلى معجزاته ويوجد أيضا ينابيع باقمون هذه للرومان واليونان كانت ينابيع باقمون في اليونان تعتبر مقدسة ومرتبطة بالآلهة الطبيعية بان حاشا لله مياه زمزم في الإسلام هذا الشيء معروف وهي التي تعتبر مقدسة كذلك الأمر وترتبط بالقصة الإسلامية حول النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام نهر إليا جنستي نهر إليا جنستي الصين في التقاليد الصينية يعتبر نهر إليا جنستي مقدسا ويورى كرمز للحياة والثروة عين عين الزرقاء في الأديان السيخية تعتبر عين عين الزرقاء في الهند مقدسة وترتبط بالقديس جورو هذه مجرد أمثلة فقط ويمكن العثور على العديد من الينابيع المقدسة أو المذكور عنها تاريخيا في مختلف الثقافات والأديان بغض النظر عن الخرافة أو عن الدين هذه كانت معلومات بشكل عام عن ما يسمى ماء الحياة والينابيع المقدسة دمتم بألف خير السلام عليكم السلام عليكم